رح نتكلم بهذا الفيديو عن مهارات تحديد الخلايا في برنامج اكسل ومن اجل فهم هذا الموضوع خلونا ننتقل لوقت عمل جديد اسمها التحديد متل ما هو واضح عندكم رح نقوم باستخدام نفس النطاق اللي استخدمناه بالفيديو السابق لما تعلمنا مهارات التنقل بين الخلايا فخلونا نشوف هلأ شو هي افضل طرق لتحديد الخلايا طبعا في عندي الطريقة الاساسية واللي هي باستخدام زر الماوس الايسر قوم بتحديد الخلايا اللي بديها ولكن رح نتعلم طرق تاني افضل واسرع لتحديد الخلايا معينة عملية تحديد الخلايا المتجاورة في برنامج اكسل بتتم من خلال الضغط باستمرار على مفتاح شفت وبنفس الوقت بضغط على الاسهم فهلأ لو ضغطت على السهم اليسار فلاحظه قام بتحديد الخلية اللي بجانبها لاني انا هلأ ضغط على مفتاح شفت وضغط بنفس الوقت على السهم اليسار فلاحظه لما بضغط مفتاح شفت مع السهم اليسار كل ضغطه على السهم اليساري بتقوم بتحديد خلية جديدة لان لو ضغطت على السهم السفلة فراح يقوم بتحديد الصف اللي بأسفل منه طبعا لا تنسوا اني انا هلأ ضغط على مفتاح save وبالتالي اذا بنتقوم بتحديد هذا النطاق بالكامل فبضغط على مفتاح save وبنفس الوقت على السهم السفلة قد الضغطات بتتالية فراح يقوم بتحديد هذا النطاق في عندي ايضا طريقة اضافية لتحديد كامل النطاق الممتلئ وهي من خلال الضغط على مفتاح control زائد A طبعا A هي اختصار كلمية all فلاحظوا لما بضغط control مع A فقام بتحديد كامل الخلايا الموجودة عندي الآن بعد ما قمت بعملية التحديد فأصبح بإمكان التنقل ضمن هاي الخلايا المحدد فلاحظوا هلا أنا بعد ما قمت بعملية التحديد لو ضغطت على enter فانتقلت للخلية E6 الآن ممكن قوم بتعديل قيمة الخلية E6 ولتكون إلى القيمة الجديدة 1000 فبضغط enter فلاحظوا أنه قام بالتعديل بشكل صحيح أيضا ممكن قوم بتعديل هاي القيمة واضغط enter فلاحظوا أيضا قام بتعديلها بشكل صحيح فبهي الطريقة باستخدام مفتاح shift مثل ما نكم شايفين ونقوم بتحديد الخلايا اللي نحنا بحاجتها أيضا في عندي مهارة إضافية للتحديد لو أنا على سبيل المثال بدي حدد عدة خلايا متباعدة عن بعضها البعض فباستخدم طريقة تالية بضغط على مفتاح control وبضغط على الخليل اللي بدي حددها وبضغط على خلية جديدة بزر الماوس الأيسر وهكذا لاحظوا أنا هلأ عما أقوم بالضغط بزر الماوس الأيسر فقام Excel بتحديد الخلايا المتباعدة عن بعضها البعض هلأ ممكن قوم بعملية تلوين لهذه الخلايا وتمييزها بنون معين فإذا عملية التحديد المتباعد عن بعض البعض لازم استخدم مفتاح control مع زر الماوس الأيسر أيضا ممكن قوم بتحديد نطاقات متباعدة يعني أنا هلأ ممكن أحدد هذا النطاق وبنفس الوقت اضغط على control مع زر الماوس الأيسر وحدد هذا النطاق بعدين هذا النطاق بعدين هذا النطاق بعدين هاي الخلية وهكذا فالعملية أيضا متاحة سواء كانت نطاقات أو كانت خلايا في عنده أيضا طريقة إضافية لتحديد هذا النطاق خلونا نتعلمها مع بعض من بعض هذا النطاق إخواني بيبدأ من عند الخلية E5 وبينتهي عند الخلية M16 فأنا ممكن أني أقوم بتحديد هذا النطاق بالشكل التالي بذهب إلى مربع الإسم وبكتب E5 بعدين بوضع نقطين وبكتب M16 بعدها بضغط على enter لاحظوا أنه مباشرة قام بتحديد النطاق اللي أنا كتبته ضمن مربع الإسم في عنده أيضا طريقة إضافية لتحديد هذا النطاق وهي من خلال تسميت النطاق بإسم معين فأنا على سبيل مثال هذا النطاق الموجود عندي هون بقوم بتسميته بأي إسم أول شيء طبعا بقوم بتحديد النطاق بعدين بذهب إلى مربع الإسم وبكتب الإسم اللي بديها وليكن مثلا تيست بضغط enter فأصبح هذا النطاق اسمه تيست هلا لو كنت واقف بأي مكان ضمن ورقة العمل ولتكون هاي الخلية بذهب إلى مربع الإسم بضغط على هذا السهم وباختار تيست فلاحظوا قام مباشرة بتحديد النطاق اللي أنا سميته بإسم تيست طبعا رح نتعلم أكثر عن موضوع تسمية النطاقات لاحقا في الفيديوهات القادمة ولكن هاي بشكل مبدأة هي أحد المهارات الأساسية لتحديد الخلايا بيبقى عنا هلا أنه نتعلم كيفية تحديد الصفوف والأعمدة طبعا الموضوع بسيط جدا أنا على سبيل مثال لو بدي قوم بتحديد الأعمدة من A وحتى F فبكل بساطة بذهب إلى اسم العمود وبضغط عليه وبسحب إلى العمود F فلاحظوا هلا كامل الأعمدة اللي هي من A حتى F كلها تم تحديدها بشكل صحيح متل ما نكم شايفين نفس الأمر بالنسبة للصفوف لو بدي حدد ابتداء من الصف الأول وحتى الصف السادس فلاحظوا أيضا العملية بسيطة فإذا بكل بساطة أنا ممكن أن أقوم بتحديد الأعمدة والصفوف لو بدي حدد أعمدة متباعدة عن بعضها البعض وصفوف متباعدة عن بعضها البعض بيستخدم نفس مهارة Control فبضغط على العمود الأول بضغط Control بضغط على العمود الثاني وهكذا لاحظوا أني هلا أقوم بتحديد أعمدة متباعدة ممكن أيضا أني أقوم بتحديد صفوف متباعدة عن بعضها البعض فإذن هذه كانت بعض مهارات التحديد الأساسية في برنامج إكسل